وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والأثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية القانون مهم جدا بالنسبة للقانون الأولاني للرقم واحد لسنة 73 كان فيه معاقات كثيرة جدا وكان فيه مشاكل بتواجه السادة المستثمرين حالين القانون بيبتدي يحل البيروقراطية وبيقضي عليها القانون الحالي بيبتدي يحل المشاكل اللي بيزال العقبات للقطاع السياحي ككل وده كله بيكون من خلال تفعيل الشباك الواحد وكمان تدخل الاختصاصات اللي الناس كتير كانت بتعاني منها بعد فيه تشكيل اللجنة الوزرية للسياحة اللي هتبقى برئاسة رئيس مجلس الوزراء دي مهمة جدا والأكتر من ده كمان بيواكب التطور اللي بيحصل في العالم كله ومن أهمية القانون كمان ان احنا بحندخل يعني عملة وحندخل موارد للدولة المصرية نتكلمنا النهاردة كمان على طريقة منقشة موازنة السندوق كأحد بنفس طريقة الهيئات العامة الاقتصادية اللي بيتم منقشتها في مجلس النواب ودي أحد الطرق ويمكن احنا قلنا كتير القانون ده قانون في غاية في الأهمية لأنه حيدي قدرات تمويلية لقطاع السياحة والأثار بشكل عام التوجه القيادة السياسية والدولة المصرية هو تشجيع الاستثمار السياحي لازم ندرك أن السياحة أصبحت صناعة ما هياش مجرد حاجة ترفيهية لا دي صناعة ويجب أن يتم صناعتها على أكمل وجه بتشجيع الاستثمار السياحي بإنشاء الفنادق الموجودة في جميع أنحاء مصر فمصر معروفة أن فيها أثار وفيها سياحة صحية وسياحة استشفائية في جميع المحافظات جميل في القانون ده أنه الناس كانت بتقعد بالسنين عشان تاخدوا الترخيص إحنا عندنا مدة مبدئية لا تتعدى 105 يوم علشان يتقلل المستثمر إحنا موفقين أو إحنا مش موفقين على المشروع فده إنجاز الحقيقة وده أنا شايفة بالنسبة أنه إحنا كلنا كلجنة لجنة تعبنا ولجنة حقيقة تعبنا فيها عملنا حوالي 14 اجتماع وأربع حوارات مجتمعية مع الناس اللي هما في السياحة سواء جمعيات ثقافية أو جمعيات سياحة فنادق أو غرف أخذنا معنين أخذنا قراءهم واشتراكنا ترجمة نانسي قنقر